أيضاً أيها الإخوة هناك السائد وهؤلاء العوام وأشباههم من الدهماء يقولون هل يعقل أن كل هؤلاء الناس في حقولهم المختلفة يصادقون على هذه الواقعة وهذه الحقيقة وهذه الدعوة وتكون خاطئة مستحيل مستحيل كل هؤلاء مخطئون وأنت على صواب لكن ينسى هؤلاء أصحاب عقلية السائد والشائع أيها الإخوة أن ما هو سائد اليوم ربما قبل مئة سنة فقط كان يعتبر خرافة وأسطورة وتجديفاً وزندقة ومحوظ هراء علمي إذ تعلق الأمر بالعلوم أما اليوم فهو السائد ما رأيكم؟ صحيح كيف تم التغيير؟ ليس بإرادة الدهماء ليس لأن الناس أرادوا أن يغيروا ليس لأن الناس اكتشفوا الحقيقة غير صحيح تم التغيير على يد الاستثنائيين عتقاء أسر كل هذه الحواجب السائد والشائع والموقب والشهرة واللقب كل هذه حواجب تحجب الإنسان عن معرفة الحقائق هناك أناس استثنائيون هم عتقاء متحررون من كل إسار أيها الإخوة من كل أسر لهذه الحواجب ولذلك هؤلاء أيها الإخوة هم أصحاب الجسارة والجراءة على أن يسألوا السؤال الذي لم يسأل بعد طب لماذا كان كذا كذا؟ لماذا لا يكون الأمر على النحو الفلاني مثلا؟ يسألون مع أنهم سيتهمون بالغباء وسيجفون أيها الإخوة سيعزلهم المجتمع العلمي أو حتى المجتمع العام لكن في النهاية بعضهم يثبت أنه على حق لقد فعلها كوبرنيكوس مثلا وأثبت أنه على حق مثلا فعلها ألبرتانيشتاين وأثبت أنه على حق مع أن البشرية ألاف السنين كانت تصادق على عكس ما قال تماما لكن هذا الاستثناء فعلها وهذا الاستثناء هو الذي خلق السائد سائدك أنت كن استثنائيا لتخلق سائدك أحد الفلسف الكبار كان يقول اخدموا غرابتكم كلمة عظيمة جدا اخدموا غرابتكم اشتغلوا على غرابتكم إذا رأكم الناس غرباء تأتون بأفكار بشعة بأفكار غير مقبولة تناقض السائد أنتم غريبون غير عاديين ممتاز اعملوا على هذا لأنكم في النهاية ستخلقون سائد الآخرين ولو بعد مئة سنة فاخدموا غرابتكم اشتغلوا عليها قال عمر بن الخطاب بس بأسلوب عربي فصيح قال لم يترك الحق لعمر صديقا طبعا عاش غريبا عاش غريبا الصفيون عندهم ما يزعمون أنه حديث نبو وليس حديثا هو هو كلمة صفية لكنها صحيحة بالمرة ماذا يقولون طلب الحق غربة طلب الحق غربة أحد كبار هؤلاء العارفين ماذا قال لما لزمت البحث والتحقيق لم يترك لي في الوجود صديقا أصبحت غريبا اخدموا غرابتكم لا بأس وهذا كلام للاستثنائيين أيضا أو لمن يريد أن يكون إنسانا وفي الحقيقة أيها الإخوة ضمن السائمة الاجتماعية من أحب أن يكون إنسانا فهو استثنائي استثنائي أن تحب أن تكون إنسانا صدقني أن تحب أن تكون إنسانا على الحقيقة فأنت استثنائي لماذا؟ لأن الآخرين للأسف مجرد سائمة سائمة أمكنة لأمثال موسليني وفرانكو وسلزار وهتلر أيها الإخوة أن يحشروهم وأن يقودوهم